بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير جمهور النادي الأهلي العظيم أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج التريند بالأمس فاز الأهلي بثلاثية رظيفة على فريق سان جورجا الأسيوبي في لقاء الزهاب للدور التمهيد اللاثاني في دور أبطال إفريقيا بداية موفقة وانطلاقة جيدة وفاء لحسن وفاء لخير العام الماضي الأهلي فاز بالثلاثية على اتحاد المنستيري التونسي في تونس وحقق اللقب الإفريقي وفي هذا العام مع بداية انطلاقة بدور الدور أبطال إفريقيا الأهلي يقرر الثلاثية على بطل إثيوبيا في نفس الدور مع نفس البطولة نتمنى يا رب بإذن الله تكون بداية جيدة وانطلاقة قوية وفاء لخير بإذن الله على الأهلي في مسابق الدور أبطال إفريقيا نحو اللقب رقم 12 أرقام قياسية عديدة الأهلي بيضربها في دور أبطال إفريقيا ولكن نتمنى بإذن الله الفترة القادمة يسير الفريق بشكل مناسب جدا في كل الاستحقاقات القادمة في البطولات الإفريقية أو حتى البطولات المحلية فترة الراحة هتكون قريبة جدا وقليلة لأن لقاء العودة هيكون يوم الجمعة المقبل حلقة فيها كوليس تفاصيل مهمة جدا هنتكلم على نتيجة مباراة الأمس هنتكلم على مدى تفاعل كولر مع جماهيري النادي الآلي والفيديوهات اللي كانت مبارح موجودة في كل صفحات السوشيال ميديا هنتكلم على لقاء العودة طاقم تحكيم لقاء العودة هنتكلم على بعض الأخبار المهمة جدا اللي بالتأكيد بتهم جماهيري النادي الآلي في كل مكان ولكن كالعادة نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة اليوم وسؤال حلقة النهاردة أعزي أعرف رأي حضراتكم في أداء الأهلي وفوزه على سان جورج الأثيوبي ومن هو أفضل لاعب في المباراة من وجهة نظركم تقدروا تشاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة على السوشيال ميديا وفي الجزء الأخير هستعرض أكبر قدر من أراء حضراتكم على رأيكم في الأداء ومن أفضل لاعب من وجهة نظركم وأنا عارف في أفضل لاعب هتبقى الأراء متبينة وعديدة في أكتر من لاعب ولكن أكيد مهم جدا نسمع رأي جمهورنا في مباراة الأمس طيب دلوقتي نبدأ حلقتنا بأهم العنوين في ترند الأهلي الفريق يبدأ الاستعداد لمباراة الأياب أمام سان جورج وكمان طاقم تحكيم مالي لإدارة لقاء الأياب وأخيرا طرح تذاكر كأس العالم للأندية غدا عندي تفاصيل كمان مهمة جدا على موضوع كأس العالم للأندية وأولى مباراة الأهلي يوم 15-12 أمام الفائز ما بين اتحاد جدة السعودي أو أوكلاند سيتي ونيوزيلاند كل التفاصيل الخاصة بالبطولة كل التفاصيل المتعلقة بأسعار التذاكر متى سيتم طرح التذاكر غدا كل التفاصيل بالتأكيد نتكلم عليها النهاردة من خلال حلقة الترين لكن مباراة اليوم في الدوري المصري يمكن فيه مباراة انطلقت حوالي الساعة الرابعة عصرا وما زال التعادل السلبي بين البنك الأهلي مع بيراميدز المباراة بتقام على أستاذ السلام الساعة السابعة من مساء اليوم واستكمال واستئناف مباريات الأسبوع الثاني للدوري العام الزمالك على أستاذ القاهرة بيصديف فريق المأولين العرب الزمالك تعادل في المباراة الأخيرة أمام بيراميدز وعنده نقطة وحيدة والمأولين خسر من بلدية المحلة وبالتالي يدخل المباراة بدون رصيد من النقاط فاصل ثم نواصل أهلا بحضراتكم من جديد قبل بس ما أدخل في أي تفاصيل علاقة بالمباراة محتاجين نتطمن على الكابتن محمود الخطيب لأنه النهاردة الكابتن محمود الخطيب خضع عليه في حصات علاجية في فرنسا أثناء وجوده في باريس لرحلة علاج ويمكن تقررت في الفترة الأخيرة نوبة الدوار اللي اتعرض لها أثناء تواجده في معسكر الفريق في النمسا وطبعا كلنا عارفين إن فوقتها يمكن ساقط أثناء وجوده في صالة الجيم وتعرض لجرح قطعي في الرأس يمكن الكابتن محمود الخطيب تم عرض الحالة بتاعته خلال الساعات الماضية على أحد أو العديد من كبار أطباء المخ والأعصاب والأنف والأذن وكذلك الرقبة لمعرفة أسباب هذه الحالة بعيدا طبعا على العلاج اللي كان بيتلقاه منذ عام ونصف نتيجة التهود اللي اتعرض لها في السنوات الماضية يمكن عاقب الانتهام من الفحوصات الجديدة ومعاودة الأطباء المتخصصين هيتحدد العلاج اللازم وفترة الرحة وموعد عاودته للقاهرة الكابتن بالمناسبة يمكن كان محدد موعد مبدئي اللي عاودة في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر ولكن بعد نتيجة الفحوصات الطبية نطمئن على حالة الكابتن يا ربي خلال الساعات القادمة ونتمنى بإذن الله يكون موجود في القاهرة قريبا جدا عشان يكون موجود مع الفريق ومع النادي ومع أسرته وأولاده وأحفاده خلال الفترة اللي جاية بالأمس على فكرة كان فيه مبرامة بين باريس سان جرمان ومارسليا في الدوري الفرنسي والكابتن محمود الخطيب كمان لب دعوة ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جرمان اللي كان حريص على التواصل والسؤال على حالة الكابتن محمود الخطيب أثناء تواجده في باريس في الأيام القليلة الماضية والكابتن محمود الخطيب بيوجه الشكر والتحية والتقدير للخليفي على هذه الدعوة الكريمة متمنية له دوام التوفيق والنجاح ده خبر مهم جدا كان لازم أبدأ به عشان نطمئن على حالة الكابتن محمود الخطيب وكمان العلاقات الجيدة اللي بتربط رئيس النادي الأهلي بجميع الأشقاء وبجميع المسؤولين والقيادات في جميع أرجاء الوطن العربي ناصر الخليفي أحد أبرز رؤساء الأندية على مستوى العالم بيرأس بالتكيد كمان ربطة الأندية الأوروبية وصاحب أحد الشبكات القنوات الرياضية المتخصصة اللي لها باعتويل جدا في مجال البث الفضائي في السنوات اللي فاتت فالحمد لله رئيس النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب بشكل شخصي بيحظى بتقدير واحترام جدا على جميع الأصاعدة من كافة المسؤولين في الفترة الأخيرة طيب الحاجة الثانية ماتش مبارح الحمد لله يمكن البعض كان بالتأكيد عارف أنها مباراة سهلة مش مباراة صعبة ولكن مثل هذه اللقاءات اللي في الأدوار التنميدية بتبقى لقاءات محفوفة بالمخاطر ما تضمنش وما تعرفش ممكن المنافس اللي هتلعبه هل في مستوى فن قوي في مستوى فن ضعيف بالتأكيد السكوتينج والتحليل بيبقى صعب في الأدوار دي نتيجة عدم إذاعة المباريات نتيجة قلة المعلومات المتوفرة للأجهزة الفنية عن الفرع المنافسة ولكن الأهل مبارح لعب المباراة بكل جدية ورغم الفرص العديدة لكن إدر الأهل يحسم النتيجة والفوز بثلاثة أهداف مقابل لشيء مباراة مبارح على فكرة دي مباراة بطل إثيوبيا يمكن فريق سان جورج لم يتمكن من أداء مباراته على أرضه وعلى ملعبه كان فيه ديدلاين لتحديد الملعب اللي تقام عليه المباراة في التوئيد ده ما كانش الاتحاد الأثيوبي ونادي سان جورج إدر ياخد الموافقة من الاتحاد الإفريقي على استضافة اللقاء رغم أن لعب على نفس الملعب لقاء الدوري التمهيد الأول ولكن الاتحاد الإفريقي كان شايف أن من الصعوبة أن الدوري التمهيد الثاني تقام عليه مباراة بدون جمهور بهذا الشكل فكان فيه صعوبة في تحديد المكان بالنسبة لفريق سان جورج إلي أن اتفق مع النادي الأهل أن يلعب لقاء الزهاب هنا في استاد القاهرة وبالأمس بالفعل الأهل يلعب لقاء الزهاب مع سان جورج وفاس بي الثلاثية لو بنتكلم في إطار المعادلات الرياضية الأهل يكسب من برح خارج ملعبه 3-0 الأهل يكسب خارج ملعبه 3-0 وبالتأكيد لقاء العودة طبعاً هتبقى صعبة ولكن بالحسابات فريس سان جورج عشان يقصي الأهل لقدر الله ويتأهل محتاجي يكسب 4-0 فإن شاء الله في لقاء العودة يوم الجمعة المقبل اللي تحدد خلاص معاده هيكون الساعة 7 مساء يوم الجمعة 29-9 على استاد القاهرة الدولي الأهل بقى يستعد المطش العودة إزاي؟ دي رؤية فنية لمرسل كولر أكيد هيبقى عنده خيارات فنية ممكن يريح عناصر أساسية ممكن يشوف عناصر تانية ملاعبتش بشكل أساسي في المباراة اللي فاتت فيدفع بيها في مباراة الجمعة ده أمر فن هيعود لمرسل كولر يدفع بياسر إبراهيم يدفع بحمد نبيل كوكا يريح مراوان عطية يريح مثلا أليو ديانج ممكن يلعب بريدا سليم ريدا سليم ملعبش مباراة نزيجة الإيقاف لكن هيكون جاهز للقاء العودة مودست غير متاح لسه في الدور ده لأن مودست قيده كان فيه قايمة شهر 9 فبالتالي قايمة الدور التمهيد التاني ما كانش فيها أنتوني مودست المهاجم الفرنسي كريستو ممكن يبدأ كل دي أكيد رؤية فنية لمرسل كولر هو اللي هيشوف احتياجاته واختياراته الفنية للقاء العودة خاصة أن بعد لقاء سان جورجي يوم الجمعة اللي جاية الأقل عنده مطش مع أمبي فيه كأس مصر نص في نهاية كأس مصر العام الماضي فأكيد مباراة مهمة جدا لازم يكون فيه يعني تحضير جيد لهذه المباراة الصعبة جدا الأقل مباراة على فكرة بدأ بتشكيل أساسي شناوي، هاني، منعم، رامي، علي معلول، عطية، مروان عطية، أليو ديانجي، مام عشور، بيرس التاو حسين الشحات كهرباء وكان بيرس التاو مشاركة مباراة يعني مفجأة لعدد من الزملاء الصحفيين والإعلاميين لأنه كل كان متوقع أن بيرس التاو يتم راحته في مباراة الأمس ولكن تاو لعب مباراة كبيرة جدا قدى بشكل كويس جدا ولكن ما كانش ليه نصيب من الأهداف اللي تم إحرازها الأقل مباراة كسب 3-0 هدف الأول والهدف الثاني لحسين الشحات وبيقدم موسم رائع جدا من الموسم الماضي يعني مش الموسم الحالي بس ده الموسم الماضي حسين بيقدم يعني مستويات عالية المستوى أو فترات عالية المستوى في الفترة الأخيرة الأهداف فيها لقطة جمالية الكرة في الزاوية البعيدة مباراة الكرة الثانية الهدف الثاني كرة عالية جدا من قهربة قدر يستلمها بشكل كويس جدا يسبت الكرة على الأرض ويوجهها في الزاوية اليومنا لحارس فريق سان جورج إمام عشور مباراة مان اوف زماتش يعني هو الطبيعي يتقال لك مان اوف زماتش ممكن يكون صاحب الرصيد الأعلى من الأهداف عندك لعيب زي حسين الشحات جاب هدفين من التلاتة فطبيعي ياخد مان اوف زماتش لكن مباراة امام عشور كرة في العرضة سروبو باس مثلا من نص الملعب يهاجم ويسدد وتليه اول واحد بيعمل ارتداد الدفاعي وبيكون على طول موجود في نص الملعب بيأمن المنطقة اللي مكلفه بيها كولر ازاي يقدر الدور الدفاعي مواصفات امكانيات لعيب بصراحة يعني عشر العشر عام المطش مباراة ممتاز جدا وبيكمل ولسه امام عشور عنده الجديد والاضافات خلال الفترة اللي جاية بعض الناس ممكن تقولك مامام عشور كان بيقدم المستويات دي في فترات سابقة بس ما كانش واخد هذا الزخم الاعلامي والجماهيري ردي اي كل حاجة واحدة بس الشعبية والجماهيرية انت ممكن تلعب في فرقة تعمل فيها كل حاجة لكن لما تنتقل النادي الاهلي هنا الوضع بالنسبة لك بيبقى حاجة تانية خالص تريكا لما كان في الترسنة كان بيعمل مستويات عالية جدا وكان بيقدم مستويات عالية جدا ولكن تريكا لما انتقل للنادي الاهلي الزخم الاعلامي والجماهيري مع تريكا وهو في الاهلي غير لمع تريكا وهو في الترسنة ولعب كتير على فكرة ولعب كتير بس انا بدي مثال بما ان تريكا كان بيرتدي رقم 22 وهو اللي عمل ايمج لرقم 22 وحاليا امام عشور رقم 22 امام عشور برضو كان بيلعب في العديد من الاندية ولكن لما انتقل للنادي الاهلي الامر بيختلف على المستوى الاعلامي وعلى المستوى الجماهيري حتى الاهتمام الإعلام هيختلف ليه؟ إنه لعب مواصفات خاصة انتقل لنادي جماهيري كبير جدا عنده شعبية كبيرة في أفريقيا والوطن العربي فالناس اللي شايفة التقييم بتاع إمام عشور زايد عن الحد قوي لا هو بس عشان بيلعب في الأهل فالموضوع مختلف في التناول الإعلامي والتناول الجماهيري شعبية الأهل كبيرة فأي حد بينتقل لنادي الأهل أيا كان الفريق اللي كان بيلعب فيه قبل كده أيا كان مع كامل احترام لكل الأندية الأهل يبقى حالة مختلفة سواء في التناول الإعلامي أو حتى في الزخم الجماهيري والزخم الشعبي سواء داخل مصر أو خارج مصر انبارح كولر كمان عمل حاجة مهمة جدا في تغييرات المباراة في توقيت معين شاف أن إمام عشور ومحمود قاربا محتاجين يريحه فدفع بصلاح محسن ومحمد مجدي أفش كمان حاب يدزم ساحة وقت أكتر لكريستو فنزل مكان حسين الشاحات اللي قده مباراة كبيرة جدا ولعب أحمد عبدالقادر اللي أحرز الهتف الثالث بمعلمة أحمد عبدالقادر دلوقتي بينزل كبديل بس الفترة اللي بينزل فيها بتاخد منه بنسبة 100% سواء في ماتش المصري أو حتى في مباراة إمبارح يمكن أحمد ما كانش موجود في قريمة ماتش السوبر ولكن كول على طول تدرك الموقف وابتدى يدفع بأحمد عبدالقادر في آخر مبارتين ماتش المصري نزل أحرز هدف وماتش إمبارح نزل أو مش أحرز هدف ماتش المصري نزل عمل أسست لكريم فؤاد لكن إمبارح نزل أحرز هدف رائع جدا وكان الهدف الثالث جي في دي أربعة وتسعين في دياء الرابعة من الوقت بدل الضيع ونزل مكان بير ستاو وكان التغيير الأخير أحمد نبيل كوكا في وسط الملعب مكان مروان عطية دي كل التفاصيل المتعلقة بمباراة الأمس حاجة تانية عايز أتكلم عليها وده تتعلق بمرس الكولر مدرب سويسري تصرحاته كلها تصرحات متزنة مع الإعلام ومع جماهيري النادي الأهلي مبارح لما ينزل أرض الملعب بعد نهاية المباراة والفوز بسلسية مباراة في الدور التمهيدي ولكن تفاعل الراجل مع جماهيري النادي الأهلي كان عايز أوصل رسالة والرسالة اللي كان عايز أوصلها إنه مستمتع ومبسوط جدا بتواجده في النادي الأهلي والتفاعل اللي شفناه ما بين كولر وجماهيري النادي الأهلي في استاد القاهرة مبارح كانت حاجة مختلفة من غير مشرح كتير تعالوا نشوف ونرجع تاني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة على سرعة الاستجابة والموافقة في بداية المسلم على حضور هذا الرقم وهذا العدد في الادوار التمهدية لدوري ابطال افريقيا ولكن حكم مباراة يوم الجمعة لقاء العودة حكم من مالي الطاقم بالكامل من مالي حكم المباراة بوبي تراوري وعلى فكرة من الحكام المعروفين وسبع ليه إدارة العديد من المباريات للأندية المصرية في فترات سابقة على عكس الحكم اللي كان منتشاد حكم منتشاد حكم جديد مش معروف قوي لكن ماتش العودة الحكم بوبي تراوري المساعد الاول امادو بيلي المساعد الثاني ادريسا كوني والحكم الرابع ابراهيما كيتا ده طاقم تحكيم من مالي لإدارة لقاء العودة ما بين الاهلي وسن جورج الاسيوبي بإذن الله يوم الجمعة الساعة سبعة على استاد القاهرة الدولة طبعا كلكم عارفين الادوار التمهدية دي او الادوار دي مفهاش تقنية الفيديو حتى دوري المجموعات برضو مش هيبقى فيه تقنية فيديو الغد دلوقتي يعني صعب شوية للكافي يقدر يوفر الادوات والمعدات في الادوار الاولى ولكن اكيد من اول الكوارتر فاينال من الدور ربعي النهائي هيكون فيه تقنية الفيديو طيب حاجة تانية كمان عايز اتكلم عليها وهي متعلقة بموعد طرح تذاكر كأس العالم للأندي كنا نعارفين ان اول مباراة للنادي الاهلي بإذن الله هتكون يوم 15 ديسمبر امام الفائز ما بين اتحاد جدة السعودي مع اوكلاند سيتي النيوزيلاندي تذاكر بقرة ستة وعشرين تسعة هيتم طرح المرحلة الاولى من دفعة خاصة بتذاكر البطولة ماتش 12-12 اوكلاند سيتي مع اتحاد جدة ماتش 15-12 الاهلي مع الفائز من هذا من هذه المباراة وماتشات اخرى في ادوار اخرى عارفين طبعا بقى الفرق المواجهة معنا في البطولة وكمان مرحلة السيميفاينال لو الاهلي كسب ماتش يوم 18-12 مع بطل امريكا الجنوبية اللي تحدد رسميا او اتحدد رسميا يوم 4 نوفمبر التذاكر هتطرح على 3 مراحل بقرة المرحلة الاولى غدا المرحلة الاولى المرحلة التانية هتكون في اخر شهر عشرة المرحلة التانية الدفعة التانية من تذاكر مباراة كأس العالم الاندية هتكون في اخر شهر عشرة المرحلة التالتة المرحلة التالتة وده جزء على فكرة مش هيبقى صغير الجزء ده مش هيبقى صغير عشان الناس ما تعتقدش ان بقرة الجزء اللي هيبقى الاكبر لا الاستاذ لو بيسع خمسين ألف ومتفرج الخمسين ألف هيتقسمه على ثلاث مراحل ممكن عشر تلاف بكرة خمستاشر ألف في الدفعة التانية ولكن الدفعة الأكبر هتكون في الدفعة التالتة اللي هتطرح بإذن الله يوم اتناشر اتناشر عقب مباراة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي عقب مباراة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي أسعار التذاكر أربعين ريال خمسة وسبعين ريال والدرجة الأولى اللي هي أعلى درجة هتبقى ميت ريال سعودي دي أسعار التذاكر أربعين خمسة وسبعين ميت ريال جمهيري النادي الأهل أنا مش محتاج أقول لها جمهيري الأهل من دلوقتي قاعد أكيد مستنية اللينك الفتح باب التذاكر على موقع الفيفا فبقرة بالتأكيد الكل من الصباح الباكر هيبقى قاعد جاهز مستني عشان يحجز التذاكر ليوم خمستاشر اتناشر ربنا يوفاكوا تقدروا تحجزوا السعة اللي هيتم طرحها من موقع الفيفا وللأسف كنا نتمنى بالتأكيد يتم تحديد يعني عدد الجماهير في كل نادي في المدرجات ولكن الفيفا مش هعمل كده يعني الطبيعة مثلا لستة بيسع خمسين ألف فيقول لك مثلا إيه خمستاشر للأهل وخمستاشر للتحاد جدة خمستاشر ألف وخمستاشر ألف ويتبقى عشان تبقى للعامة لا الفيفا عامل الملعب كله مفتوح للجماهير جماهير الأهل تحجز بالسعة اللي هي شايفاها لو حجزت الخمسين ألف الفيفا معنداش مشاكل جماهير التحاد جدة برضو السعة مفتوحة للكل جماهير أخرى من أندية تانية من دول تانية عايزة تحجز تحضر التذاكر متاحة للجميع دون تخصيص درجات محددة لجماهير الفرق اللي هتشارك فيه البطولة فمن بقرة من الصباح الباكر الكل يكون على هبة الاستعداد على موقع فيفا فيفا ليه موقع ويبسايت على الانترنت وليه منصة من خلال طبعا الابليكيشن لو أنت بتنزل البلاتفورم الخاص بالفيفا تقدر تحجز من خلالها التيكت المتعلق بمباراة الأهل والتحاد جدة بإذن الله يوم 15-12 ده جانب لعلاقة بكاس العالم للأندية وكان لازم النهاردة يبقى فيه رشادات للجماهير قبل ما يتم طرح التذاكر غدا بإذن الله طيب الفريق عنده مباراة مهمة جدا يوم الجمعة مش مهمة على المستوى الفني أنت خلاص قطعت أكتر من 70-80% من المشوار ولكن مهمة للجهاز الفني في الدفع بعناصر أخرى أكيد عشان ماتش إمبي بعديه بأربعة تيام في نصف نهائي كأس مصري بإذن الله كل التفاصيل أنا أعرفها بالتأكيد من خلال زمنا فاروق صلاحي الموجود حاليا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة وتحديدا في ملعب مختار التتش بالجزيرة فاروق مساء الفل أخبارك أخبار الفريق أنت حضرت ماتش مبارح كان لقاءات مع الجهاز الفني التقيت باللعابين بالكابتن سامي أمصان عايز أعرف انطبعاتهم على النتيجة على الأداء وكيف يفكر مرس الكولر في لقاء العودة الجمعة المقبل بإذن الله برحب بك الزميل العزيز محمد سعيد وبرحب بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان زي ما أنت قلت يا محمد بالفعل يعني بالأمس كنا متواجدين يعني مع بعض في مباراة الأهلي وسان جورج الإثيوبي خطوة مهمة جدا في بداية مشوارك والنادي الأهلي بيستهل مشواره طبعا بالتجاوز يعني في المباراة الأولى فريق سان جورج وزي ما أنت قلت يا محمد أنت بتقطع يعني 70 أو 80% خلاص من وصولك لدور المجموعات اللي أعتقد خلاص بيبقى ليه تحضير تاني وبيبقى ليه طبعا أمور مختلفة طبعا من الجهاز الفني بالأمس طبعا كان في حالة من السعادة بالنسبة للمستر كولر على أداء بعض اللعبين استمرار تقلق إمام عشوري يوم بعد يوم ومباراة بعد مباراة بيثبت أقدامه في خط وسط النادي الأهلي كواحد من العناصر المهمة والإضافات القوية جدا للنادي الأهلي مستر كولر أشياء طبعا بيه اللعبين وبيه أداءهم وكان من الممكن النتيجة تتضاعف لأكثر من هدف لكن عدا الغيب التوفيق عن لعب النادي الأهلي في بعض الكرات أيضا القائم والعارضة لتصدت لأكثر من هدف من الجانب النادي الأهلي كابتن سامو مصوم بالأمس يعني كنت بتكلم مع محمد تكلم معي على البداية البداية مهمة جدا والتركيز اللي عند اللعبين وتكلم أيضا على مدى انسجام اللعبين الجداد في النادي الأهلي اللي شفناهم في الفترة الأخيرة سواء رضا سليمي اللي شارك في مباراة المصري ومن قبل في مباراة اتحاد العاصمة وهي يعني خلاص يعني الهدف اللي أحرازه في مرمى المصري قربوا أكثر من جماهير النادي الأهلي أيضا إمام عشور الأحراز هدفين وإن ازاي هتتعامل إزاي انتوا كلعبين مع البطولات هذا الموسم خاصة أن انت الموسم الماضي فاز بخمس بطولات من الممكن تشكل ليك عامل ضغط بالنسبة لهذا الموسم أو تكون تديلك دفعة معنوية طبعا لأمام الجماهير النادي الأهلي تستنادي بتنافس على ثمان بطولات وتعرف محمد بالنسبة الجمهور النادي الأهلي لو بتلعب ثمان بطولات جمهور النادي الأهلي عايز منك عشر بطولات مش عايز منك سبع بطولات أو ست بطولات فأعتقد دي كانت من الأمور المهمة جدا اللي لمسانا من اللعبين التركيز عند اللعبين طبعا محمد النهاردة خلينا أقولك بقى الاستعداد طبعا لي المباراة القادمة مباراة سان جورج مباراة القياب طبعا اللي هتبقى هي يعني في توزيع المباراة هي مباراة النادي الأهلي خلينا أقولك أن النهاردة طبعا احنا موجودين في ملعب مختار تيتش مستر كولر النهاردة هيعقد محاضرة مع اللعبين طبعا يعني استعدادا لي خلاص ننسى المباراة اللي فاتت ونركز في المباراة القادمة مستر كولر يا محمد يعني أنت عارف دائما أنت بتركز على تفاصيل مهمة جدا بنحب أن نحن نركز فيها أن مستر كولر مش عايز يفتح أي حديث عن مباراة أمي في كاس مصر أو مباراة الإسماعيلي في بطولة الدوري مستر كولر بياخد كل مباراة بمرحلتها النهاردة طبعا هيكون في محاضرة لمستر كولر مع اللعبين وهيكون في مباراة ودية النهاردة بالنسبة طبعا للعيبة اللي مشاركتش فيه المباراة بالأمس إلى جانب طبعا مجموعة من لعب قطاع الناشئين في النادي الأهلي ودي نقطة مهمة جدا محمد بنوفع عندها أن مستر كولر طبعا بيحاول يدي جرعة تدريبية موحدة سواء للعيبة اللي شاركت بالأمس تاخد نفس الإحساس أو درجة الحمل التدريبي للمباراة وبالنسبة للعيبة اللي مشاركتش إنها تكون موجودة في مباراة يضغى عليها طبعا الطابع الرسمي والحمل التدريبي الخاص بالمباراة إلى جانب طبعا متابعته اللعب قطاع الناشئين في النادي الأهلي خاصة فريق الألفين وثلاثة والألفين وخمسة وفريق الألفين وستة اللي بيشوف أقرب العناصر اللي ممكن يستعين بيها في الفترة القادمة بإذن الله طبعا ده اللي هيتم النهاردة محمد مباراة تكون في تمام الساعة السادسة والنصف مباراة الوادية اللي هيتكون زي ما قلت لك مابين اللعيبة اللي مشاركتش بالأمس إلى جانب طبعا اللعيبين منضمين أو اللعيب اللي منقطاع الناشئين في النادي الأهلي طبعا اللعيب اللي شاركت في اللقاء الأمس بيبقى فيه استشفى خفيف طبعا للعيبين وتمرين خفيف جدا اللعيبة اللي شاركت بالأمس مستر كولورن زي ما أتعرف محمد الموزنة والنت تعمل بالانس ما بين هذه الأمور مهمة جدا بالنسباله طبعا بالتخطيط مع تيتسين اندويا مخطط أحمال للنادلائل محمد لو أنت تابع معي طبعا من الكادر من ورانا طبعا بنشوف دلوقتي كريم نيد فيدوي عمر السلية في مرحلة زي ما وضحت لك بالأمس يا محمد وتكلمت في هذا الأمر وطبعا واحد من المزعين طبعا وزمالنا الكبار اللي طبعا بيتطبع هذه التفاصيل ان كريم نيد فيدوي عمر السلية خلاص في مرحلة الجارية حوالين ملعب ده الكلام اللي أكدتوا معاك بالأمس انهم هيبدأوا من النهار ده مرحلة الجارية حول الملعب كمرحلة أخيرة من مراحل التأهيل الخاصة بالتنين للمرحلة القادمة طبعا إلى جانب ان احنا اطمننا على بيرستاو طبعا إلى جانب ان احنا طبعا شفناه بالأمس إلى جانب محمود متولي اللي اعتقد اخد اجزاء طبعا من المران الجماعة في الفترة القادمة حمد طبعا انا موجود معاك لو في يعني اي تفاصيل او كواليس انا معك بحب والله يا فاروب مش عارف اقولك انت قلت كل التفاصيل وكل المعلومات بصراحة يعني انت بتقدم خدمة خمس نجوم لكل المعلومات الخاصة بالفريق ولكن انا طمح شوية يعني طمح حبتين بما ان فيه تراي ماتش كده وفيه تصعيد لعدد من لعبي قطاع الناشئين يعني استغل وجودك معايا وانت بتبقى متميز جدا في الجزئية دي وعندك تفاصيل عن اللاعبين اللي الصاعدين من قطاع الناشئين عبرز اللاعب اللي ممكن نشوفها النهاردة في التراي ماتش اللي بيعتمد عليها كولر سواء في الفريق الاول او الفريق اللي انت هتواجهه النهاردة من قطاع الناشئين عشان تقدر تشوف مين يبقى جاهز خلال الفترة اللي جاية يعني خليني يا محمد في البداية اكد على نقطة مهمة جدا انت اثرتها في مستهل كلامك وفي داية كلامك ان فكري مستر كولر للمباراة اللي جاي ايه مستر كولر بيفكر في المباراة اللي جاي ازاي او تحضيره لذين المباراة يكون ازاي خلينا اقولك ان هو عنده اتجاه كبير جدا داخل مستر مارسل كولر ليه الدفع ببعض اللاعبين طبعا اللي ما كانوش بيشاركوا بصفة مستمرة في الفترة القدم من الممكن تلاقي يعني من البداية ممكن تشوف اكرم توفيق وتشوف كريم كريم فؤاد تشوف كريم الدي بيس في مركز الزهير الايسر وتدف فترة راحة ليه اعلي معلول الى جانب الدفع ببعض اللاعبين في المباراة القادمة نتيجة المباراة الاولى مسهلة الدنيا بالنسبة للمستر كولر عايز يجاهز بعض اللاعبين للفترة القادمة خاصة ان هيبقى عندك تلاحم مباراة رهيب جدا مع بداية المشوار الافريقي في الدوري السوبر الافريقي تعارف النادر اهلي بعد مباراة سان جورج الاثيوبي هيقود لقاء امبي ثم الصفر الى برج العرب لمواجهة نادي الاسماعيلي ثم يبقى عندك فترة توقف دولي ثم طبعا انطلاق الدوري السوبر الافريقي دي من الامور اللي مستر كولر بيفكر فيها الدفع ببعض اللاعبين في المباراة القادمة مباراة سان جورج الاثيوبي طبعا انت عارف النادر اهلي في هذه المباراة طبعا هيستعيد خدمات اللاعب رضا اسليم اللي خلاص بينتهي يقافه بالامس ويبدأ موجود مع النادر اهلي في المباراة القادمة بإذن الله بالنسبة لقطاع الناشئين في بعض اللعيبة طبعا والعناصر اللي مستر كولر بيركز عليها وبشوف فيه لعيبة مميزة جدا طبعا في فريق الالفين وتلاتة في النادي ليل بيتشوف طبعا الحارس طاري حسن واللعب أدم سيحة الاثنين في مركز حراسة المرمة طبعا إلى جانب مصطفى مخلوف اللي موجود طبعا من فريق الالفين وتلاتة مع وجود طبعا حمز علاء اللي يعني يتمنى له العودة سريعا بالسلامة مع موجود مصطفى شبر طبعا في وجود الكابتن محمد اللي شناوي بعض اللعيبة اللي بيجربها في مراب بيشوفها في قطاع ناشئين سواء محمد واقل لعب في مركز زهير الأيمن لعب شرقية في مركز قلب الدفاع ميدو نبير وميدو أسامة في خط الوسط الهجومي للنادي بيتشوف مجموعة في لعب الفريق الالفين وخمس اللعبة معتزة خلاص اللي تقدر طول خلاص بصورة رسمية موجود مع اللعبين للمشاركة في خط الدفاع للنادي لواحد من الإضافات الأضافة مستر كولر طبعا إلى وجوب بعض اللعبين أحمد وحيد اللعب طارق فوزي مصطفى أبو الخير مجموعة من اللعب عبد الرحمن رجدان في مجموعة مميزة طبعا مستر كولر بيتابعها في فرق القطاع ناشئين في النادي لالي وخليني برضو يا محمد أننا أستغل هذا اللي أننا وجودي معاك أتمنى خالص السلامة لواحد من المواهب في قطاع الناشئين في النادي لالي لعب عمر سيد معاوض اللي كان أصيب يعني الأسبوع الماضي وإحنا كنا موجودين في المباراة وشايفينه أصيب بقاطع في الرباط الصليبي كان بالمواز بوحب من اللعب اللي مستر كولر كان بيفكر أنها تكون موجودة معايا قلال هذه المرحلة اللي أننا موجودين فيها فنتمنى له السلامة وخالص السلامة لعمر سيد معاوض السلامة لكل اللعب للنادي لالي عندنا مجموعة جبيرة جدا في قطاع الناشئين محمد بإذن الله يكونوا امتداد إن شاء الله لفرق للنادي لالي وده دايما عهدنا نقطع الناشئين بيبقى هو المصدر الأول لإمداد فريق للنادي الأهلي سواء لعيبة سواء أطيل الدكاترة محمد إداريين إن تعرف الأمور دي كلها النادي الأهلي بتفوق في هذه الأمور فاروق صلاح موفد قناة الأهلي أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والإضاحات من ملعب مختار التتش بي جزيرة بصراحة فاروق ما سابش حاجة يعني إلا ما قالينا كل التفاصيل حتى الجزيالي كنت طمع شوية وعايز أعرف مين اللعيبة يعني قالينا كل الأسماء بكل المراكز ونتمنى التوفيق رب للأهلي في لقاء العودة والمشوار طويل جدا اللي لسه بنبدأه من شهر تسعة ولسه مكملين لحتى نهاية عشرين أربعة وعشرين في موسم ما يبقى شاقه طويل جدا 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 فاصل ثم نواصل تفاصيل كتيرة عن مباراة الأمس كانت موجودة في معظم مواقع وصفحات السوشيال ميديا نطلع للمتابع آخر أخبار الترند اكتوفنا على الوطن دمتم يا صلاح من أول يا صلاح شينيinguين لعمر شينيغ المحر خرص اللهم نخلاها الجلة جدا الان عطريulars الان عطري الان عطري الان عذلة شنان water يبدأ مش ممكن ماذا أرى؟ ما هذا ما أرى؟ يَلَّا سَلَا يَلَّا سَلَا الله جميل 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 ج أول حاجة معنا في تريند الأهلي الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على تويتر صورة لإمام عشور ومكتوب عليها الموسيقار يلا يا أهلي برح إمام عشور خد منقف زماتش وعمل أداء مميز جدا صنع هدف سدد كرة في العرضة أداء دفاعي مميز جدا لذلك الصفحة الرسمية للنادي الأهلي لقبته بالموسيقار الموسيقار إمام عشور نجمع نادي الأهلي في الفترة اللي جاي طيب حساب في الجول ومن خلال صورة لمحمد يحيا التقت صورة لإمام عشور هو بيعمل حركة لابونا عارفين لابونا اللي عملها قبل كده عمر السلية في مطش الأهلي والزمالك مبارح إمام عشور برضو عملها في مطش سان جورج وكانت كرة عرضية ولكن للأسف ما جاش منها هدف عكس السلية السلية اللي عملها في الزمالك مطش القمة قدر محمد شريف يحرز من خلالها هدف رائع جدا كانيات وقدرات وأداء مميز جدا لللاعبين وبعنا نستنى مطشات الأهلي فاكرين كده لما فيه فترة من الفترات حتى لو بتكسب حتى لو بتلعب بس فيه فيه أوقات بتستنى تتفرج على الأهلي عشان تستمتع مطش مبارح هو جزء من المطع اللي احنا بحب نتفرج على الأهلي عشان نستمتع ونشوف المطع اللي بيقدمها اللاعبين في المباراة فاحساب في الجول من خلال هذه الصورة كان ليه تركيز على حركة إمام عشور كمان حساب يلا كرة وامبارح بصراحة يعني الصور كانت مبهجة صورة إمام عشور مع حسين الشحات ومكتوب عليها ثنائي متوهج مبارح يعني بعد الهدف الأحراز حسين إمام عشور راح معاه وبيحتفل معاه والاحتفال على طريقة جون سينا بتاع المسارعة ولكن الاحتفال كان رائع جدا الصور على فكرة اللي طالع من المطع مبارح كلها صور حلوة فعلى السوشيال ميديا هتلاقي القطاط رائعة جدا لللاعبين سواء في احتفالية الأهداف أو حتى في احتفالية بعد الفوز حتى كولر الصورة دي كمان ليه مبارح وهو رايح للمدرجات وبيحتفل مع الجماهير ولكن سبورت 360 مصرية عمل إحصائية رقمية المطشاط اللي كسبها كولر بالتلاتة والمطشاط اللي كسبها كولر بالأربعة فيه 15 لقاء عمل فيه سلاسية يعني كسب 15 فريق أو كسب في 15 مباراة 3-0 وفيه 4 مباراة كسب فيها 4-0 5 مباراة قصدي كسب فيها 4-0 مرس الكولر يتفنن في النتائج الكبيرة مع المارد اللحظة سبورت 68 عمل طبعا قيمة بنتيجة المباراة اللي كانت فيها 3 سواء 3-0 أو حتى 3-1 ونتائج المباراة اللي كسب فيها 4-0 أو حتى 4-1 قبل كده كانت على الزمالك قبل كده برضو كانت على المقولين كسب المصر 4-0 كسب سان جورج 3-0 كسب التراجي 3-0 كسب الهلال السوداني 3-0 كسب بيرامدز 3-0 كسب الزمالك أيضا 3-0 فدي مجموعة من مباراة كولر مع الأهلي سواء لما كسب 3 أو كسب 4 طيب حساب إي بي إيل وورلد ربطة الأندية المحترفة حساب ربطة الأندية المحترفة إي بي إيل إيجيبت سوري إي بي إيل وورلد ده ربطة البريمير ليج ولكن هنا نتكلمين على ربطة الأندية المحترفة تمريرة سحرية انتهت بهدف رائع بناء على تصويت الجماهير بيرسيتاو صاحب أفضل هدف بالجولة الأولى من الدوري ده نتيجة التصويت على حساب ربطة الأندية المحترفة تعالوا نشوف أفضل هدف لبيرسيتاو كان في هذه الجولة الجولة الأولى هدف بيرسيتاو في الجولة الأولى أمام فريق المصري هدف رائع جدا ركم بشكل رائع جدا نسبة التصويت تخطط الـ 72 و 73% يعني أكتر من 70% من عرض المصوطين لو دخل 60 ألف تبتكلم ما يقرب من 45 ألف تصويتهم كله لبيرسيتاو طيب حساب كورا بلس بيتكلم على لقاء العودة أمام سان جورجي في إياب الدوري التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا مصدر لكورا بلس قال أن كولر بيدرس إعادة ريدا سليم لتشكيل الأهلي أمام سان جورجي في إياب دور التمهيدي الثاني بدوري أبطال إفريقيا ريدا ما كانش متاح في لقاء الأمس لأنه كان بينفذ العقوبة اللي وقاحها عليه الكاف بالإيقاف مباراتين منهم مباراة طبقها ونفذها مع الجيش الملكي لما استنى ولاعب اتحاد العاصمة في الإيقاء الإياب في نصف نهائي الكونفدرالية وخرج الجيش الملكي فبالتالي متبقي في رصيده إيقاف مباراة واحدة لما بيجي بداية الموسم الإفريقي الكاف بيبعث للأنداء كلها اللعيبة الموقوفة في بداية المشاركة الإفريقية كان من ضمن أسماء اللعبين المعرضين للإيقاف أو المطبق عليهم عقوبة الإيقاف كان ريدا سليم وجنبي إيقاف مباراة واحدة فطبقها في مطش مبارح فبالتالي كولر متاح أن يضم ريدا سليم في لقاء العودة يوم الجمعة المقبل طيب حاجة تانية حساب الوطن سبورت الأهلي يستعيد نجمه الجديد أمام سان جورج الأسيوبي في دوري أبطال إفريقيا وهنا تكلام أيضا كمان على ريدا سليم بيتكلموا على ريدا سليم ممكن يكون موجود في لقاء العودة والناس كلها بتتوقع أكيد يعني ريدا ما كانش موجود مبارح فغالبا ممكن يكون موجود يوم الجمعة ويتم راحة لعيبة شاركت بشكل أساسي في لقاء الزهاد طيب نروح لحساب اليوم السابع وبتكلموا على الدور اللي بيقوم بمساعد المدرب برينجر اللي بيقوم بدور تطوير أداء اللاعبين كولر كلف برينجر بتطوير أداء صلاح محسن طاهر محمد طاهر ومحمد الضو كريستو للمشاركة مع الآلي خلال الفترة اللي جاي على فكرة برينجر في بعض المطشط ممكن لو أنت محدد ليك عدد الأفراد من الجهاز الفن على الدكة مش هتلاقي برينجر لأن برينجر ليه دور بيقوم بيه مع اللاعبين سواء في الأيام اللي ما يكونش الفريق موجود فيها في مصر فبيشتعل مع اللاعبين اللي موجودين من القايمة هنا في مصر ما سفرتش مع الفريق وفيه دور بيقوم بيه مع اللاعبين اللي ممكن تكون خارج قايمة المباراة فهو ليه دور محدد لو متاح يقعد على الدكة هتلاقيه في المطشاط اللي عدد المسموح به لو العدد أقل زي مطش السوبر الإفريقي مثلا مش هتلاقيه موجود على الدكة لكن هو مطلوب منه تكليف كده من كولر انه يطور أداء صلاح طاهر كريستو سواء اللمسة الأخيرة سواء التحرك سواء شغل التكتك اللي بيطلوبه كولر وممكن في بعض النقاط السلبية عند عدد من اللاعبة فده اللي هيشتغل عليه برينجر خلال الفترة اللي جاي طيب نروح لحاجة تانية في تريند الأهلي المصر الرياضي وبيتكلموا عن ان فيه فرامان من كولر بشأن مودست طيب ايه هو الفرامان؟ هو الخبر مش جديد يعني لكن المصر اليوم بيقول ان كولر قرر وضع برنامج بدني خاص للفرنسي أنتوني مودست مهاجم الفريق هو مش موجود في مطش دوري أبطال إفريقيا لا الزهاب ولا الاياب فالفترة دي انت بتتكلم على من 19.09 بعد مباراة المصري لغاية يوم 4 أكتوبر مطش إمبي في كاس مصر انت بتتكلم في حوالي 15 يوم في الفترة دي هو مش هيلعب مطشات رسمية لان الاهلي مرتبط بدوري أبطال إفريقيا ففي الفترة دي كولر عمل برنامج بدني لأنتوني مودست لأنه كمان ما كانش موجود مع الفريق في معسقر النمس عشان لما ينزل ويبقى داخل وجاهز للمطشات اللي جاية يبقى في أتم الجاهزية البدنية مع كل زملائق آخر حاجة اليوم السابع بيأكد على اللي احنا كنا تكلمنا فيه من شوية فيفا يعلن طرح تذاكر كأس العالم للأندية 20-23 جدا بمشاركة الأهلي تاني بأكد على جمهور الأهلي من بكرة بدري قوي هيكون طرح تذاكر كأس العالم للأندية الفئة اللي هيتم طرحها ليست كل الساعة الرسمية للإستاد هيتم طرح عدد معين لأن لسه فيه دفعتين تانيين دفعة في آخر عشرة ودفعة يوم 12-12 عقم مباراة اتحاد جدة وأوكراند سيتي أسعار التذاكر أعتقد في متناول الجميع وإحنا تكلمنا عن الأسعار مبارح والنهاردة أقصى تذكرة أو أقصى ساعة 100 ريال للدرجة الأولى ونتمنى يا رب نشوف بقى جماهير الآله في كل مكان موجودة بكرة أو موجودة إن شاء الله يوم 15-12 في جدة عشان تحضر أولى مباراة الأهلي في كأس العالم للأندية طيب التريند المحلي وحساب اتحاده الكورا النهاردة بيتكلم على أن منتخب مصر حدد قيمة المحترفين الأولية لمباراتي زنبيا والجزايا المعسكر هيتنظم في مدينة العين في أبوظبي ونلعب مباراتيين ماتش يوم 12 مع زنبيا وماتش يوم 16 مع الجزايا المعسكر هيبدأ من 9 أكتوبر حتى يوم 17 والقيمة الأولية زي ما نشاهدون في الصورة محمد صلاح محمود حسن ترزيجين اتمنى يا رب يكون جاهز ويكون شفية من الإصابة اللي اتعرض لها مصطفى محمد المتقلق جدا في الدوري الفرنسي وحاليا تاني قيمة الهدفين في الدوري طريق حامد حمد فتحي متقلق مع الوقر القطري ولسه أحرز هدف بالأمس عمر مرموش فيه كمان يعني أكتر من لعب نتكلم في عمر مرموش حمد فتحي محمد شريف سام مرسي أحمد حمدي أحمد حسن كوكا نتمنى لهم التوفيق يا رب وكمان محمد إنني عشان يكونوا موجودين مع مؤسكر منتخبنا في أبو ظبي طيب حسابي يلا كورا بيتكلم عودة المنحوس للمنتخب وعندما وقفت كورونا والبدري ضد حلم حمدي الأوروبي هما بتكلموا إن حلم حمدي أحمد حمدي لاعب الأهل السابق واللي حاليا محترف فيه كندا تحقق حلمه لما كان كابتن إيهاب جلال مسؤول عن المنتخب واستدعاء لمباراة مصر الودية أمام كوريا الجنوبية خصم النهر بقى واحد وكانت هذه المباراة السبب في الإطاحة بإيهاب جلال جلس حمدي على مقاعد المدلاف في مطش إسيوبيا وغينيا مع روي فيتوريا فيتوريا كمان تواصل مع حمدي ولكن الإصابة منعت اللاعب ليقرر المدرب البرتغالي منحه فرصة في المعسكر القادم يعني ممكن نشوف أحمد حمدي في المعسكر ولكن الأمر بيتوقف على مدى جهزيته بعد الإصابة طيب السؤالة راحنا في بداية الحلقة رأيكم في أداء الأهلي ومين نجم المباراة أستاذ عصام بيقول كولر وتوظيف اللاعبين والسيستم من مكاسب مطش الزهاب أمام سان جورج إنه كولر لعب أحمد عبدالقادر يمين وكريستو شمال عكس ما كان بيقوم بالاتنين سابقا مع الدخول في عمق منطقة الجزاء تحيات لحضرتك ولفريق العمل شكرا لك يا أستاذ عصام طيب أستاذ سيد أو أستاذ سعيد بيقول مباراة جيدة جدا في كل شيء أتمنى أنهي الأجامات بشكل أفضل بعد المباراة تنتهي بهجمة واحدة بالتوفيق إن شاء الله في القادة وجهة نظرك سليمة جدا فرص كانت كتيرة مبارح نورة بتقول مساء الخير أداء ممتاز خصوصا الشوت الثاني وأفضل لعب كان كريستو شواء لنزلهم لمساته حلوة خصوصا الكرة اللي شطها على المرمى كانت ملعوبة حلوة قوي ومع المشاركة هيكون من أحسن اللعبة طيب نشوف رأيه سامح بيقول فوز مهم في بداية مشوار البطولة مباراة من طرف واحد والمنافس ضعيف فنيا أداء اللاعبين كان رائع لكن كان يجب الضغط واستغلال الفرص الشحات نجم اللقاء أحرز هدفين والأروع وإمام عشور نسر المباراة روح وتمريرات وعبدالقادر فنان الحمد لله على المكسب أهلاوي أنا والفخر لي بجري في الرسال بسرعة أستاذ سامي بيقول تحياتي الحضرتك والفريل عمل أداء الأهلي كان جيد على قدر الفريل المنافس كان يجب استغلال الفرص المتاحة بفعالية أكبر أفضل لعب من حيث الفعالية وتسجيل الأهداف حسين الشحات أفضل لعب من حيث تحريك الفريل وتطوير الهجوم إمام عشور يعني الكلام كله الناس بتتفع على حسين وإمام وكريستو من بعيد أستاذ عبدالله ردوان مساء الخير أداء ممتاز خصوصا في الشوت التاني أفضل لعب كان حسين الشحات لكن بصراحة أحمد عبدالقادر تطور كثيرا في نهاية الأجمع عن الموسم الماضي نتمنى لهم التوفيق موسم صعب محتاج جهود كل لاعب للأهل لكن رامي ربيع رجع لرامي رجولة تاني أمام مازال لديك المزيد أفريقيا يا أهل يعني الناس بتتكلم على اللاعبين بشكل عام بيشيدوا إن حسين من أفزا ماتش إمام عشور نصر اللقاء في تميز وأداء رائع لعودة رامي ربيع اللي كان موجود في الفترات السابقة تطور أداء هجومي لأحمد عبدالقادر فبالتالي فيه تباين في القراف اختيار نجم لقاء الأمس لكن الكل متفق إن الأهل عمل مبركة كبيرة ولازم نستغل الفرص اللي عندنا وأنا في الختام بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة وغدا لقاء جديد في برنامج الترينت شكرا وإلى اللقاء